الموضوع المفاتيح الروحية اللي بتنقلنا الى الواقع الجديد وليه رب المشتقين هاي السنة نشوف واقع جديد في حياتنا همين؟ كم واحد مشتق انه يعيش في واقع جديد غير الواقع اللي هو موجود فيه واقع افضل واقع الرب دعينا اليه لكن محتاجين نعبر من خلال الابواب اللي بيفتحها الرب من خلال المفاتيح الروحية من خلال المجالات والبركات والعطايا الروحية اللي رب عطينا اياها نفعلها في حياتنا حتى نقدر نمتلك الارض ندخل الى الواقع الجديد ونحقق مشيئة وارادة الله في حياتنا رح نقرى الليلي من اخبار الايام التاني اصلاح عشرين قصة الملك يهو شفاط والمشكلة اللي واجهها والتحدي الصعب اللي اجتازه وكيف قدر يعبر هو الشعب الى الواقع الجديد وقدر يحقق ارادة الله وقدر انه يغير الظروف اللي هو موجود فيها ويقدر يصنع انتصار في حياته ويقدر ينقذ نفسه والشعب مش هو ينقذ الله ينقذه من خلال التوجه الصحيح اللي توجه هذا الملك تجاه الله من العدد الاول ثم بعد ذلك اتوا بنو عمون وبنو اب وبنو عمون ومعهم العمونيون على يهو شفاط للمحاربة يهو شفاط كان ملك واحد من ملوك يهوذة في ارشاليم فجاءوا ثلاث شعوب ثلاث جيوش حتى يحربوا وحتى يحتلوا المملكة فجاءوا ناس واخبروا يهو شفاط قائلين قد جاء عليك جمهور كثير من عبر البحر من ارام وهاهم في حصون طمار في عين جدي فخاف يهو شفاط وجعل وجهه ليطلب الرب خاف وجعل وجهه ليطلب الرب ونادى بصوم في كل يهوذة واجتمع يهوذة ليسألوا الرب فجاءوا ايضا من كل مدن يهوذة ليسألوا الرب شوف التجاوب للشعب مع يهو شفاط فوقف يهو شفاط في جماعة يهوذة وارشاليم في بيت الرب قدام كل الناس امام الدار الجديدة وقال شوف صلاة يهو شفاط يا رب اله اباءنا اما انت هو الله في السماء وانت المتصلط على جميع ممالك الامم وبيدك قوة وجبروت وليس من يقف امامك ألستأنت الهنا الذي طردت سكان هذه الارض من امام شعبك اسرائيل واعطيتها لناس الابراهيم خليلك الى الابد فسكنوا فيها وبنوا لك فيها مقدسا لاسمك قائلين اذا جاء علينا شر سيف قضاء او وبأ او جوع ووقفنا امام هذا البيت وامامك لان اسمك في هذا البيت وصرخنا اليك من ضيقنا فانك تسمع وتخلص والان هو ذا بن عمون ومؤاب وجبل سعير الذين لم تدع اسرائيل يدخلون اليهم حين جاءوا من ارض مصر اي مات موسى بل مالوا عنهم ولم يهلكوهم فهو ذا هم يكافئوننا بمجيئهم لطردنا من ملكك الذي ملكتنا اياه يا الهنا اما تقضي عليهم لانه ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكثير الاتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك اعيننا وكان كل يهوذى واقفين امام الرب مع اطفالهم ونسائهم وبنيهم وان يحزئيل بن زكريا بن بنايا بن يعييل بن متايا اللاوي من بني اساف كان عليه روح الرب في وسط الجماع فقال اسقوا يا جميع يهوذى وسكان ارشاليم ايها الملك يهو شفاط هكذا قال الرب ببدا يتنبأ فقال لهم هكذا قال الرب لكم لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير لان الحرب ليست لكم بل لله غدا انزلوا عليهم هوذى هم صاعدون في عقبة صيص فتجدوهم في اقصى الوادي امام برية يارويل ليس عليكم ان تحاربوا في هذه قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذى وارشاليم لا تخافوا ولا ترتاعوا غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم فخر يهوذى لوجهه على الارض وكل يهوذى وسكان ارشاليم سقطوا امام الرب سجودا للرب فقام اللويون من بني القهاتيين ومن بني القرحيين ليسبحوا الرب اله اسرائيل بصوت عظيم جدا وبكروا صباحا وخرجوا الى برية تقوع وعند خروجهم وقف يهوذى وقال اسمعوا يا يهوذى وسكان ارشاليم امنوا بالرب الهكم فتأمنوا امنوا بانبيائه فتفلحوا ولما استشار الشعب اقاموا مغنين للرب ومسبحين في زينة مقدسة عند خروجهم امام المتجردين وقائلين احمدوا الرب هذه الترليمية كانوا رنموها لان الى الابد رحمته ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب اكمنة على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الاتين على يهوذى فانكسروا وقام بني عمون ومؤاب على سكان جبل سعير ليحرموهم ويهلكوهم ولما فرغوا من سكان سعير ساعد بعضهم على اهلاك بعض ولما جاء يهوذى الى المرقب في البرية فطلعوا نحو الجمهور واذا هم جثث ساقطة على الارض ولم ينفلت احد فاتيه شفاط وشعبه ولن يهب اموالهم فوجدوا بينهم الاموال وجثث وامتع ثمينة بذكثرة فاخذوها لانفسهم حتى لم يقدروا ان يحملوها وكانوا ثلاثة ايام ينهبون الغنيمة لانها كانت كثيرة في اليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركة لانهم هناك باركوا الرب لذلك دعوا اسم ذلك المكان وادي بركة الى اليوم ثم ارتد كل رجال يهوذة وارشاليم ويهوشفاط برأسهم ليرجعوا الى ارشاليم بفرح لان الرب فرحهم على اعدائهم ودخلوا ارشاليم بالرباب والعدام والابواق الى بيت الرب وكانت هيبت الله على كل ممالك الاراضي حين سمعوا ان الرب حارب اعداء اسرائيل واستراحت مملكة يهوشفاط واراحه الهه من كل جهة يا رب نصلي انك تكلمنا وتجعل كلمتك يا رب في قلوبنا وتعمل فيها بقوة في وسطنا في عبدك وراء الصليب تغاضى عن جهل وضعف عبدك يا قدوس وتعال كلم قلوبنا في هذه الليلة بدنا نسمع صوتك ونعرف مشيتك وتعلن إلنا من خلال كلمتك من خلال هذه القصص اللي حدست في قبل الالاف السنين اتخاطبنا فيها اليوم وتكلمنا وتفهمنا كيف نعيش الحياة اللي انت بدك إياها في اسمك الغالي نصلي امين لسنا نعلم ماذا نفعل امام هذا الجمهور العظيم ولكن نحوك اعينا هذا هو المبدأ الرابع للمفاتيح الروحي الى الرب يضعها امامنا حتى يغير واقع حياتنا هو ركز انظارك وثبتها على الرب نذكرين تلت النقاط اللي حكينا عنها قبل تلت أسابيع قلنا اعلن ايمانك بالرب خلي ايمانك دايما مرفوع تنين فعل صلاتك خليها صلاة بالاجاجة حتى كل بترس كل شيء مقصور في حياتنا او في غيرنا الرب يطلعه ويفكه ويفتح الابواب تلاتة استخدم سلطانك الممنوح من الرب لانه احنا جلسين مع المسيح في السمويات فوق كل القوة ورياسي وسلطان والنقطة الرابعة اللي نحكي عنها اليوم النقطة الرابعة شو هي نقطة الرابعة همين تعبت شوي مترنين بس ثبت انظارك وركزها على الرب يوشفاط كان واحد من ملوك يهوذة أحب الرب أحبي من كل القلب التصق بالرب وعاش حياة أمانة كل حياته مع الرب لكن رغم كل ما حبته للرب وأمانته للرب واجه يوشفاط شر عظيم واجه يوشفاط التحدي أكبر من إنكانياته ومن قدراته قدرات الشعب والتحدي كان عبارة عن هجوم ثلاث شعوب العمونيين بنوا عمون ومؤاب وجبل سعير جاءوا حتى يحاربوه هو مدرك تماماً إنه هذا التحدي اللي بواجهه أصعب وأكبر بما لا يقاص من إمكانياته وقدراته حتى يقدر يوقف ويحمي شعبه ويحمي حاله من هذا الشر العظيم درس درس الأول نتعلمه من هاي القصة طبعاً قلنا كل قصة في العهد القديم فيها معنى حرفي وفي معنى رمزي متعلم دروس عشانك الرب كتب هاي الأمور حتى نتعلم أول نقطة كونك عايش بأمانة عايش من كل قلبك عايش بأمانة مع الرب عايش في حياة استقامة للرب هذا ما بيمنع إنه الشر ييجي عليك أو يواجهك أو يتحداك زي ما صار مع يوهو شفاة لكن النقطة التانية اللي منشوفها إنه هدول الثلاث شعوب اللي واجهوا شعب إسرائيل هني اللي لمن موسى والشعب بعد ما عبروا البريه بعد أربعين سنة وأجود يدخلوا إلى أرض الموعد إلى أرض إسرائيل هون قالوا لهدول الشعوب اسمحونا نمروا من أرضك حتى نعبر هني رفضوا ورغم إنه رفضوا موسى ما قومهن وما حربهن لكنه حيد عنهن وعملهن بالمحبة لكن رغم كل هذا رغم إنه ما هاجموهن وما حربوهن منشوف هدول الشعوب الثلاثة جاءوا لمحاربة شعب الرب شو الدرس اللي متعلموا من هذا الشيء إنه مرات الشر اللي بيجي عليك من الأشخاص اللي بتعمل معهن منيح بتعمل منيح ما بتلاقي إليش في جاي من هدول الناس اللي عملت وتعملت معهن منيح في شر جاي من طرفهم بمعنى إنه الشر قد يأتي من القريب أو حتى من البعيد ففي أمان ولا ضمان لأي شيء في حياتي غير في مين غير في الرب عشان يك قال له نحوك أعيننا نحوك أعيننا هو الوحد اللي بيقدر يحامي عني ويدافع عني هو الأمين الصادق والأمين هو اللي ما بيتغير كل الناس ممكن تتغير لكن هو ثابت يبقى أمين وصادق طول الوقت السؤال شو عمل له هشفاط لم نعرف بهذا هاي المصيب اللي جاي بهذا الشر اللي جاي بهذا التحدي الرهيب اللي جاي أول شيء بيقول خافة يهو شفاط طبيعي أي واحد بيعرف بمر في ظروف مثل يهو شفاط يعني أول شيء أول شعور طبيعي إنه بيخاف رد فعل طبيعي بعدين بعد الخوف ما ضلوش عايش أسير للخوف وياما ناس عايشي أسيري للخوف بسبب أمور وظروف مرأتها أو عم تمرؤها أو عايش فيها لكن يشفاط دوري فورا شو عمل بدأ يطلب الرب يطلب الرب من إيش من كل القلب يعني أول واحد توجه إليه يشفاط وإيش الرب مرأت كتير إحنا من واجه التحديات وظروف صعبة أكبر منا ومشاكل أمور تمرؤ علينا لكن بدنا ندور على هذا وهذا ونشوف هون وسط ونشوف هون كيف نحل المشكلة وبننسى نصلي أولا نقول يا رب تدخل في مشكلته مد إيدك على مرضي غير الظروف اللي أنا عم بجتاز فيها تعال يا رب وإنت فك أسرعه يهو شفاط طلب الرب مش بس هيك لكن نادى بصوم في كل الشعب يعني قال هاي مشكلة مش مشكلة الشخصية لكن مشكلة كل الشعب فنادى في الصوم في كل يهو ذا والشيء الحلو إنه تجاوب الشعب كان تجاوب إيجابي جدا والكل تجاوب وجاء من كل أقطاب يهو ذا هذا الصبط من كل المدن الموجودة إلى بيت الرب إلى أرشاليم إلى وين موجود الهيكل حتى يعبد الرب حتى يصلوا حتى يشوفوا كيف بدي يواجهوا هذا الشر العظيم اللي جاء عليهم درس التالت اللي متعلمو مهما كان الشر والمشكلة المرض التحدي الكبير اللي عم بواجهك لا تعتمد على إمكانياتك البشرية لكن التجئ أولا إلى الرب أطلب مشورته أطلب إرشاده أطلب طيادته تداخله في حياتك يا رب ارشدني وجهني قودني شو أعمل إلهمني أعطيني الفكرة والفكر الصحيح والقرار الصحيح حتى أعرف كيف أتصرف في هاي الورطة والمشكلة اللي أجت علي هو ما عمل المشكلة لكن المشكلة اللي أجت عليه مرات إحنا منكون ماشيين بكل أمانة ومش عملين أي شيء لكن ما بتحس الشر هو بدون أي صابق انذار يأتي ويواجهك هذا ما فعله ياهو شفاط شو عمل طلب الرب لما نجمع الشعب قدام بيت الرب بدأ يصلي أول شيء عمله صلى أمام كل الشعب يعني هو كان القائد الروحي اللي قاضي الشعب إلى مين إلى الرب وهذا دور أنه إحنا كأهالي لما الولاد ده بواجهوا مشاكل وتحديات وظروف نقودهن أنه إيش تعالوا نصلي إحنا عم نصلي لكم صلوا أطلبوا الرب قود الحوالينا الجيران الحوالينا أخوتنا أخواتنا في المشاكل يا جماعة تعالوا نصلي اجمع العيلة اجمع المجموعة واقفوا قدام الرب خلينا نطلب الرب خلينا نصوم هون صام الشعب وبدأوا يطلب الرب وبدأوا يصلي صلاة من أقوى الصلوات قالوا يا رب إله أبانا أما أنت هو الله بش أنت الرب بش أنت هو ربون علام أنت المالك على كل الدنيا أما أنت هو إله السماء أما أنت المتسلط على جميع ممالك الأمم يعني مين هدول منت المتسلط عليهم وبياذك قوة وبجرؤ وجبروت وليس من يقف معك يعني ولواحد بيقدر يوقف قدامك أنت القدول أنت الأعظم أنت الأكبر أنا بدي أنا هاي إيمان نشوف الرب هاي الصورة هو أكبر من مشكلتك هو أكبر من التحدي اللي بواجهك هو أكبر من كل صعاب أنت بتجتاز فيها هو أكبر من المستحيل أنت شايفه قدامك هو أكبر هو أعظم هو أعلى هو المتسلط هيك ياهو شفاط شو عمل رفع منسوب إيمان الشعب علم معنويات الشعب بس نفسيا لكن روحيا الشعب تشجع في الرب هو حط كل ثقة كل ثقة في إله والحي بعدين بوصل للآية المهمة في عدد 12 قال له يا إلهنا أما تقضي عليهم يعني يا رب هذا الشر اللي جاي علي أنت راح تنهيه مش أنا أنا بقدرش أعمل شيء قدام هذا الشر لكن هذا الشر راح يفنيني راح ينهي علي لكن أنت بتقدر مرات كتير أمور في حياتنا مشاكل مش عارفين نعمل فيها إشي مش عارف أعالج الأمور ولا عارف أحل الأمور قوله قوله يا رب أنا رافع إيدي تعالي الاستسلامي أنا بقدرش بس أنت بتقدر همين هذا إعلان الإيمان هذا كأنه يا رب تقوله يا رب أنا بسق فيك أنت راح تدير بلاك علينا أنت راح تنقذنا من هذا الشر والهلاك اللي جاي لأنه جايين يهلكوهن أنت قادر تنقذنا أنت قادر تنقذ أولادي أنت قادر تنقذ عائلتي أنت قادر تنقذ بلدي أنت قادر تفك وتغير حياتي بقول لأنه بعدين بكمل ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا ونحن لنعلم ماذا نفعل عشان هيك نحوك إيش عيوننا هدي من أحد أروع الصلوات اللي من خلالها الرب أنقذ الشعب من الشر ونقل بهاي الصلاة اللي هي كانت المفتاح اللي دخل يهوشفاط إلى الواقع الجديد وقاد الشعب إلى الواقع الجديد لأنه منشوف بعد صلاة يهوشفاط المؤثري حل روح الرب على يعزرقيل وبدأ ايه شي يعمل يتنبأ والنجوة كانت تنت سبب تشجيع لكل الشعب وقلن إيش ليس لكم في عدد سبعتاش النبوة نبوة عزرقيل يحزقيل ليس لكم أن تحاربوا في هذه يعني أنتو ما تعملوا شي إشي شو نعمل يا رب قال اسمع قفوا اثبتوا خليك واقف على نفس الإيمان خليك ثابت بنفس الإيمان أن إلهك صالح أنه حي أنه موجود ولما تثبت وتثبت في الإيمان وأنه صالح وموجود مرات بتصير إيش الأمور تتفاقم أصعب وأصعب الواقع الواقع عكسي عم بتقوله لكن يقولك الرب تطلعش على الواقع عينيك عليه مش على الواقع عينيك مش على المشكلة عينيك مش على الوضع بتقولي يا عمي حوالت سنين وسنين ولا قابل إيش يتغير بقولك هذا الواقع ما تطلعش عليه طب كيف يعني بده يتغير الأمور هذا مش شغلك قفوا اثبت على نفس الإيمان اثبت على نفس الموقف اللي وقف فيه يا شفاط وانظروا خلاص الرب الحل بدي يجي منين من فوق الحل بدي يجي من عنده بعدين بقول لن لا تخافوا منظر مرعب قولوا جمهير غفيرة جدا جاي وكلها بقعد تدي وأسلحة ومركبات واحد بيشوفه وبسقط قلبه قال لك خلاص احنا شو احنا حفنة صغيرة انتهينا قال لن لا تخافوا طلب عينيك على المشكلة قلبك نازل ايمانك واع مرعوب عايش بخوف لكن لم نعينيك على الرب اله الحي اللي قال للي قال لغلان تبعوا الذين معنا اقوى من الذين معهم شاف مركبات نريفة عينين روحية موضوع تاني لا تخافوا ولا ترتاعوا غدا اخرجوا لقائهم شو نخرج خلينا متخبين اكم من شهر في الاسوار ارشاليم بركة لعلا يجي يجي فرج شي ملك تاني ينقذنا قال للا اطلعوا واجه المشكلة لكن بايمان بثقة والرب معكم ونشوف ياهو شفاط وكل الشعب لما سمعوا هاي النبي وشو عملوه سقطوا على وجوههم سجودا لمين للرب قالوا له يا رب احنا سجدين سجود كامل امامك وبعدين منشوف باقي القصة كيف دخل الله تدخل الله بصورة عجيبة وارسل اكمي على بني عمون وبدأوا يحاربوا بعض للبعض وصاروا يقاتلوا بعض للبعض واهلكوا بعض للبعض وشعب الرب مش عامل ولا ايش واقف يتفرج كيف المشكلة والتحدي الكبير والصور العالي شو عمل سقط مش بس هيك لكن لما راحوا شافوا لقوا ملائن غنائم كل المواد اللي جابوها اخدوها ثلاثة ايام وهن يزوء اغراض بركات اخدوها بدون ما يقوموا ولا بأي مجهود جسدي مجرد وثقوا في الرب والرب صنع انتصار عظيم وبعدين منشوف كيف انه اعتمدوا على التسبيح والترنيم بنفس الليلة اللويين والمغنين سبحوا الرب بقوة وتاني يوم قدام الحرب بدل ما تحط المتجردين وتعوني الرماح قدم قدام الحرب قدام الجيش من العويدي فرقة الترنيم ايسا هو الترنيم وعويدي فيه جيش وحرب واناك مركبات جاي بلي جاي تغني اه انا جاي اعظم اسم الهي لانه مش انا اللي راح احارب ولا هذا الجيش لكن رب الجنود هو اللي راح يصنع الانتصار تسبيحك وترنيمك هو يطلق الايمان ويحرك يد الله لانه فيه قوة تسبيح مش راح اللي اللي احكي عن تسبيح واهمية التسبيح في الحرب الروحية وفي الواقع الجديد اللي بنقوله لكن بدي احكي عن قلب يهوشفاط اللي تحرك واللي غير وقاد كل الشعب لهذا الموقف الموجود والقلب هو اول شيء قلنا تسبيح الرب بعدين الكناب النبوي المشجع اللي خلى الشعب يسجد للرب وبعدين الاشي القلب اللي كان عندي هوشفاط هو قلب مليان تواضع لو نقولك للواقع الجديد قلب متضع قدام الرب قلب منكسر قدام الرب واليوم دي ركز بعض الاوقات كمان عشر دقايق على القلب المتضع قديش مهم انه يكون قلوبنا متضعة حتى الرب يتحرك وييجي ويغير واقع حياتنا زي ما غير واقع حياة يهوشفاط سواء كان عندك تحديات شخصية او تحديات احنا ككنيسة او حتى كشعب وامة الله غادر يصنع امور عظيمة جدا ويغير الواقع كله لانه هو المتسلط على مملكة الناس بارك اسم الرب سوع المسيح بقول الكتاب داود بالمزامير بقول نظروا اليه اي الى الرب واستناروا ووجوههم لم تخشل اللي عنده قلب متضع عينيه دايما على مين على الرب عيناي دائما لوين الى الرب ليش لانه هو اللي بيخرج رجليا من الشبكة كان في شبكة خلص اعلقنا انتهينا راح 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 خلص احنا احنا وصلنا نهاية الموضوع لحظات والجيش راح يجي من ثلاثة الجيوش علينا وراح يفنونا لكن عينينا عليك يا رب عيناي دائما الى الرب رجاء اخي اختي خلي عينيك على الرب انا بقى وعزها نفسي اول اشي في هاي الليلي تحديات مختلفة من كل الاصعي دي بتواجهنا لكن عينينا علي بيرح بالليل واحد استلمني الساعة واحد ونص بالليل رين تليفون طلع بدوي من محل وايش بدك اعرفش قصة قصة بيعرفش ايش وبيحكي عن واحد تاني تب يا عمي انا مش هذا الشخص انا واحد تاني لا انت 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 فلان عمي انا مش اسمي فلان انا اسمي خالد لا يعني واليوم رجع الظهر يتصل ازعجدي يا رب انا عم بصاب بمحضر الوعزة دحوك اعيننا يا رب انا عناي عليك باسم الرب بسوع المسيح هذا الشخص اذا فيه ارواح وفيه امور وفيه هجومات شيطانية جاي منه وفيه امور انت يا رب الان تعامل معاه فقلي منه مش فضيله انتهى المشكلة مرات كتير متغلب في امور لكن يا رب المعرك ايلك انت لك تعملها حتى في الامور الصغيرة عيني دائما الى الرب هل بجيلك من بجيلك طب شو تجيلي مش انا هو يا عم لك تجيني هلا بجيلك بس من الرب بسوع جعلت الرب امامي في كل حين لانه عني ميني فلقى تزحزح يهو شفاة كان عارف ميني المعاه هل انت عارف ميني المعاك مرات احنا امنين في الرب بس مش عارفين قديش عظيم الرب اللي معانا عشان يكليلة رنننا كم انت عظيم يا الله كل مرة رنمها وليا رب افتح هاي الخلايا افتح يعني اعطيني ادراك ادرك بحقل صغير هذا قديش انت عظيم الرب قوتي ونشيدي وقد صار لي خلاصا يهو شفاة بقول ليس فينا قوة امام هذا الجمهور الكبير الاتي علينا ونحن لا نعلم ماذا نفعل يعني يهو شفاة عم بقول لا اوتي ولا معرفتي ولا امكانياتي ولا بقدر باي شيء اتحدى الوضع الموجود والقطر والشر اللي جاي علي ليس فينا قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل لكن يا رب عينينا عليك فيش قدامنا شيء غير انه احنا نحط ثقاتنا واماننا واتكالنا عليك هل وجهت ظروف كنت فيها بهذا الوضع هل وجهت مرض اجتاز حغياتك وكنت في هذا الوضع هل وجهت تحديات وكنت في هذا الوضع اذا انت بتمر الليلة ارفع رجاء عينيك من على المشكلة وركزها على الرب ثبتها على الرب والرب رح يصنع معاك انتصار ويأتي يسرع الى نجدتك يهو شفاط شاف الحقيقة وعرف انه الجيش الهاجم عليه اكبر من امكانياته وعرف انه اذا دخل المعرك بقوته هو انتهى عشان يك يهو شفاط حسبها صح وقال هذا التحدي اكبر من امكانياته انا مش رح اقدر اقدر ما في عندي اي خطط ولا اي ترتبات اني انا عالج الموضوع كل المحاولات اللي حاولت مش رح تزبط وانا مش عارف شو بدي اعمل هل انت في مرة مرأت في وضع مش عارف شو لك تعمل يهو شفاط هذا الوضع كان فيه قال لا قدرتي ولا معرفتي ولا خطتي رح تعطيني النص والغلب عشانيك يا رب انا مليش خيرك كنت بحضر ترنيمي ملناش غيرك بس نمرنمها مرة تانية ملناش غيرك يا رب مين نروح الى ما نذهب وكلام الحياة الابدية عندك هذا هو قلب المتضع التواضع اني انا عارف حجمي امام التحديات اللي بتواجه حياتي لكن الكبرياء دايما ايش انا انا بدبرها ولا همك انا بتشوف بكرة كيف انا عندي وسطات وعندي كذا وعندي ومش قادر يعترف انه هو مش قد الموضوع التواضع مش بس اني بكتشف ضعفه لكن التواضع اني بحول عيني على الرب وقول له يا رب انت بس اللي بتقدر انت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر قد علمت انك تستطيع كل شيء انا عارف مين الهي المشكلة احنا مرات كتير مش عارفين مين هو الهنا يا رب اعلن انه هاي الايامات من الهنا التواضع يأتي يعني يأتي به اني انزل على الركبي اسجد للرب فورا شو عمل بدأ يعبد بدأ يسجد التواضع يخليني ارفع عيني عليه هقول له انت خلاصي انت قوتي انت حكمتي ومعرفتي انا ما عنديش غيرك انت راس مالي امام كل التحديات منواجه حياتي السؤال عيش معتمد وعايش في حياتك على الحسخون العام له في البنك عايش معك مع الشهادات على الورتي اللي عندك على العيلي على الجران النسب الاهل عمين ما يعتمد حط اتكالك رجاء عن الرب هذا اعتماد مش ممكن ولا شيء بزعزعه لان الهنا ثابت وحي باسم الرب سوع المسيح اليوم ملاي مشاكل قصص كتير بتواجه اكتر مشاكل بنشوفها في الحياة الزوجية ودخلوا اتنين يتجوزوا يحبوا بعض ومحبة وكل البلد بتعرف انه فلان بيحب فلانة بتجوزوا شهر شهرين سنة سنتين ما من تسمع انه ايش بتهليخ ايش طلاق طيب شو اللي صار لانه هني ما عاشوا في قلب متضع قدام الرب يعني اذا بتحب مرتك حقيقة لازم تضع حياتك من اجله واذا بتحب جوزك لازم تضعي حياتك من اجله هيك هيك الكتاب يعلم ان تضع هذا هو التواضع التواضع المجبول بالمحبة لاجل الطرف الاخر واذا ما في تواضع مملوء بالمحبة شو بيصير فينا التحدي بيكون عالي واليوم تحدي الحياة الزوجية وانه العيال تقدر تساقم بالحياة الزوجية صعب جدا لكن لما فيه قلب متضع الرب بقدر يغير كل الامور وبيقدر يرفع كل الصعوبات قال له لست اعرف ماذا افعل لكن نحوك اعينها حب الرومانسي بكفيش لازم يكون في محبة مضحية مملوء بالتواضع حتى تقدر حياتنا وعائلاتنا ومجتمعنا يرتفع من هاي اللعنة الطلاق ويبدأ يعيش في البركة اللي الله اطلقها ان تكون عائلات مباركة مأسسة على كلمة الله كلمة المسيح مبنية على الحق وعايش بحسب فكرة الله اذا التواضع هو انك تعرف بضعفك وبجهلك وترفع كل عينيك عليه وتحط كل اتكالك على الرب وتقول يا رب انا كل ثقتي فيك انا مستنيك انا منتظرك يا من انت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر يا من لا يقف اي انسان في وجهك تعال واصنع معي عظائم كم واحد بشتاء الرب يصنع معه عظائم الرب عمل معي هو شفاط عظائم لانه شفاط وصق في الرب انتظر الرب ثبت وقف ونزل في الحرب مهرب لكن نزل وبش بس هيك لكن اجا وحط فريق الترنيمي قدام وبدأ ايش يعمل يسبح الرب ويعزم الرب قال هو اللي راح يتدخل شو هالإيمان اللي عنده شو هالثقة اللي كانت عند الرب عندي ياهو شفاط يا رب اعطينا هذا الإيمان وهذا السقة لانه كان عنده قلب متضع شو كان ردفع للرب تجاه تواضع ياهو شفاط بقول في نشيد الانشاد ستة خمسة هاي الكلمات حولي عني عينيك لانهما قد غلبتاني بحكي العريس مع العروس او الكنيسة المسيح مع الكنيسة بقول انا بقدرش اتحمل يسوع بقول انا بقدرش اتحمل اشوف عينين الكنيسة عينين المؤمنين لما يمتيجي بقلب مطضع مملوء بالدموع منكسري وعينيها علي بقول حولي عينيك عني لانهما قد غلبتان يعني احنا نقدر نغلب الرب بالمحب لإلنا والتواضع لإلنا والانكسار اللي نيجي نيجي بتواضع منكسرين وساجدين قدام الرب وجوهنا على الارض يا رب تعال انقذنا وقول الرب اقدرش ما اجيش مش ممكن اخذيكو مش ممكن انا ما اتدخلش لابد ان اهتي سريعا واغير الموقف واغير الظروف واغطيكو نصره وبركه قديش الرب عظيم ما بده يالي نيجي بتفخر وافتخار لكن نيجي بالتواضع وانكسار حولي عني عينيك لانهما قد غلبتان بقول الكتاب عينان رب تجولان في كل الارض ليتشدد مع الذين قلوبهم كاملة نحوه عينينا الرب تجول الرب بدور قبل 2000 سنة كان عينيت تجول في كل الارض عم بدور على فتاة عذراء ييجي منها مين المخلص يسوع حتى يفت البشرية ولما دور اختار مين كلكم بتعرفون عذراء مريم ليش الرب اختار دون عن كل نساء هل عشان اسمها يعني كان مريم ولا عشان عمر ولا تعليم ها ولا عائلتها ولا ولا سمعتها ولا حسبها ونسبها ولا عشان قداستها ولا اجل ولا واحد الاشياء هي قالت السر قالت هو اختار ني لأنه نظر الى اتضاع امته رب دور بعد ذال يدور على ناس يختارها استخدمها بدوا ناس يقلوبها ايش اتواضع نظر الى اتضاع امته بعدين بقول ولم شاف قلب المتضع قالت لأن القدير شو عمل فيه لأن انا قلبي متضع صنع بي عظائم واسبه قدوس بدك الرب يعمل معك عظائم زي معامل مع عذراء مريم زي معامل مع هوشفاق قلبي متضع قلبي متضع ومنكسر عجائب وعظائم الرب صنع في حياة العذراء مريم وفي حياة يهوشفاق والشعب يقاوم الله مين المستكبرين اللي ما اعتمدين على ايش انا بعد ذب برحاله قلق لك الرب انا وقاوم ادول اما المتواضعون فيعطيهم نعمة فتواضعوا تحت يد الله القوية يرفعكم في حينه في تحذير من الرب قول قبل الكسر قبل ما يوقع الواحد في ايش الكبرياء يعني بعد الكبرياء شو فيه في كسر وقبل السقوط قبل ما توقع شو فيه تشامخ تشامخ الروح قبل ما توقع لكن المتواضع الرب ايش بيعمل يرفع تواضعوا تحت يد الله فيرفعكم في حينه فيرفعكم في حينه كم واحد من اشتاء الرب يرفعه ويغير واقعه ويبارك حياته الجواب المفتاح ايش اتواضع قدام الرب انكسر قدام الرب ليس في قوة ولسنا نعلم ماذا نفعل ولا عارف مش عارف ملك مملكة كاملة مش عارف شو يعمل قال له لكن يا رب بكف انه عيني تكون عليك بكف قلب متضع وانا واثق فيك واقف وثابت ومنتظر انك انت تدخل واذا ما اتدخلتش قضي علينا اقولي الرب مش ممكن ما اتدخل طالما عينيك علي مش ممكن ما اتدخلش مشكلتك طالما عينيك مثبتي علي واثق فيي انا مش رح اخزيك ولا اخذلك ولا افشلك لكن رح اتي واتداخل في حياتك وانقذك واصنع خلاص عظيم زي ما صنعت معيه وشفات اقول له امين يا رب جميعا نصلي اشتركوا في القناة